التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق ديموكريتوس ديرفاكس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليمية والدولية الرهنة وانعكاساتها على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والامنية كما اكد على اهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وقد اجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطني القبرصي بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق ديموكريتوس زيرفاكس وتناول اللقاء عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية من جانبه اشهد قائد الحرس الوطني القبرصي بعلقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك مؤكدا تطلع القوات المسلحة القبرصية الى دعم افاق جديدة لمجالات التعاون العسكري بين مصر وقبرص حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة وسفير دولة قبرص والملحق العسكري القبرصي بالقاهرة